اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نشرة اخبار المغرب وهذا ابرز علوانها حريق مهول بمصنع ملابس بطنجة يخلف خاصة ارمادية جسيمة والان لتفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الشراك في القناة ويعجب الفيديو تعرض مصنع للنسيج بالمنطقة الصناعية المجدة العوامة بمدينة طنجة لحريق مهول مساء الثلاثة عشرين ونبر 2024 مخلفا خسائر مادية جسيمة فيما لم تسجل اي خسائر بشرية وحسب مصدر من الوقاية المدنية فقد اندلع الحريق حوالي الساعة الثامنة من مساء الثلاثة استمر حتى صباح اليوم الاربعاء وسط اجواء مطراء بمصنع متخصص في نسيج وخياطة البتة النساء واعتكون من ثلاثة طوابق تعرضت لتلف الكامل واضاف المصدر ذات عن الحريق نشب في الوقت الذي غادر فيه العمال مقر عملهم في معمل بن نسل الخياطة بمنطقة المجد وخلت السلطات المحلية والامنية وعناصر الوقاية المدنية بما كان الحديث من الساعة الأولى حيث تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب بالمصنع وحاصرته دون ان تمتد النيران الى الجوار واكدت مصادر كواليس اليوم ان السلطات الامنية بطنجة فتحت بحثا من اجل تحديد اسباب نشوب الحريق في احد اكبر مصانع الالبس الجاهزة والكشف عن ظروفه وملابساتها